أستاذة مجدا موريس الحقيقة عايزة أعود إلى كلمة قالها الرئيس السيسي في مدخلة تلفزيونية له مع قناة صادة البلد قال إن الإعلام والثقافة لهما أولوية لدى الدولة وإن الدولة ستدعم أي عمل فني لتقديم أو لتجديد ودعم الخطاب الروحي الجديد للمصريين كيف يمكن أن ننفذ هذا على أرض الواقع؟ الحقيقة ده كلام مهم قوي وكلام رائع كمان بيدينا الأمل أنه فعلا نشوف أعمال جيدة ورائعة قبل كده وخلينا نفتكر أنه مثلا موكب المميعيات قد إيه قد إيه حظى باهتمام بإقبال فظيع يعني أمر عمل فني يعني مصري وعالمي مصري وعالمي من أجمل ما قدمنا في السنوات الأخيرة من أجمل ما قدم وكمان اللي حصل بعد كده في القصر كان رائع جدا طبعا ده مش ممكن يحصل من غير دعم الدولة أنا بتمنى الحقيقة أنه يبقى وبعدين كمان مسلسل اختيار مثلا أنا بتمنى الحقيقة أنه أنه يحنا يبقى عندنا سنويا ضمن الأجندة بتاعتنا يبقى عمل بتاعتها زي الاختيار عمل وطني مهم وبيبقى عمل تاريخي كمان نضيف عمل تاريخي من الأعمال ونضيف كمان عمل له صفة الشعبية اللي هو يعني اجتماعي اجتماعي بحيث فعلا وكوميدي وكوميدي طبعا طبعا مسألة كلها برضو تتعلق بمسألة من الذي يكتب ده لأن إحنا برضو يعني أنا مع اعترافي أنه فيه مؤلفين جدد موهوبين وكده إلا أنه فيه جيل من المؤلفين لسه موجودين يعني ربنا يديهم السحر وقدرين على العطاء وقدرين على الكتابة فلابد أنه يتم الاستعانة بكل هؤلاء الموجودين طالما هم موجودين طالما أن إحنا بنشوف أعمالهم السابقة فيعني يبقى ضروري جدا أنه هما كمان يكونوا معنا في هذا لأنه أظن أنه الرئيس لما قال كده كان يقصد أن كل من يستطيع العمل في هذا المجال في هذا المجال في يتقدم فلابد أن يتقدم وبالتالي إحنا فعلا منتظرين أنه كل من يفهم وكل من هو عنده خبرات في الكتابة والإخراج وكل أجزاء العمل الفني لابد أنه يكون موجود خصوصا لما يبقى في زهنان أنه لازم يبقى فيه عمل تاريخي وعمل بتاعت وطني وعمل كمان بيناقش قضايا مهمة يعني إحنا اجتماعي اجتماعي وعمل كومدي وكمان عمل الأطفال كمان بسبب لازم تتحط ضمن الأولويات موسيقى